موسيقى الثلاثة الثامن عشر من أكتوبر أهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من اقتصاد بلاس وفي حلقتنا لليوم تتابعون معنا ليبيا تواصل تقدمها أفريقيا على نيجيريا في إنتاج النفط إيطاليا الشركة التجارية الأول لليبيا وما هي انعكاسات التجارة الحرة على الاقتصاد الوطني كل هذا وغيره في حلقتنا لليوم من اقتصاد بلاس ابقوا معنا والبداية تكون كالعادة مع فريق صدى الاقتصادية في صدى الأخبار موسيقى في صدى الأخبار ينظم إلينا مباشرة من ترابلوس الزميل وائل أحمد وائل مساء النور ومرحبا بك مرحبا بك وفأهلا بك وكل مشاهدين أهلا بك وائل لذلك كالعادة تأخذنا لجولة في أهم أخبار صحيفة صدى الاقتصادية وننطلق معك وائل بموضوع صدور أوامر بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية المستقبل لو توضح لنا القرار والأثبت نعم عدد قرارات أصدارها سيد النائب العام صديق الصور بشأن عمل المصارف والقلقات الموجودة داخل هذه المصارف بداية كانت هناك أوامر بالقبض على مدير مصرف التجاري الوطني فرع العزيزية ومساعدة هو المكلف بمهام أمن الفرع وعدد من العاملين بالمصرف وهذا لتعمدهم اختلاس مبلغ قدرة خمسمية وثمانية وخمسين ألف دينار كانت هناك أيضا أوامر بحبس مسؤولين بوكالة مصرف الجمهورية فرع المستقبل لارتكابهم جراء ام استيلاء على المال العام وكان هناك أمر ثالث بالقبض على مدير فرع مصرف السحاري السواني والموظف القائم على إنجاز المعاملات المقصات الكترونية وهذا طبعا لوجود اختلاسات بقيمة 641 ألف دينار وكذلك رئيس هذا الفرع متهم بالاستيلاء على 2 مليون دينار باستعمال سفوك مصرفية مصدقة مزورة هذه أبرز الأخبار التي قام سيد نائب العام باتخاذها خلال الفترة الماضية في موضوعنا آخر تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك يقول أن ليبيا تتقدم على نيجيريا أفريقيا في إنتاج النفط نعم هذا بحسب صحيفة البوينت بلانك نيوز قالت بأن أنجولا وليبيا حافظوا على تقدمهم على نيجيريا كأكبر منتجي للنفط في القارة الأفريقية وأكد هذا المقال بأن هناك متوسط إنتاج لدى نيجيريا من النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغ مليون و87 ألف برميل يوميا التقرير أيضا أظهر أن الرقم أن الزيادة زيادة الإنتاج في ليبيا زالت 30 ألف برميل في اليوم مقارنة بمتوسط أقل في الشهر أغسطس الماضي أكد أيضا أن إنتاج النفط في ليبيا بلغ الآن مليون ومية أو 52 ألف برميل من النفط يوميا نمره لتصريح حال الباحث والمختص في الشأن النفطي أحمد الغول الذي حدثكم عن عدد من الإيجابيات حول الاتفاقية الليبية تركية التي أثارت جدلا واسعا وردود أفعال دولية خلال الأيام الأخيرة نعم السيد الغول يقول بأن ليبيا بموجب هذه الاتفاقية قد كسبت حوالي 40 ألف كيلو متر مربع بحري في منطقة يعتقد بأنها غنية بالموارد النفطية وأضاف بأنه من الغريب والمستغرب في هذه الفترة هو سماع صوات من الداخل الليبي يعني تعاكس هذا الاتفاق كون هذا الاتفاق في صالح ليبيا حسب قوله وقال أيضا بأنه ما يسمع من صدى من الخارج الدول الأوروبية وغيرها هو دليل على مؤشر قوي أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة وهي في صالح ليبيا وبالتالي أزعجت دولا عظمى كما قلت من بينها الاتحاد الأوروبي طيب وائل في ذات سياق أجريتم حوارا خاصا مع خبيل العلاقات الدولية التركية زافاج بيسير حول إبرام الصفقات النفطية مع تركيا ما كان موقفه من هذا وائل؟ نعم قال بأن مذكرة التفاهم بين البلدين تهدف إلى التعاون مع الشركات التركية أو بين الشركات التركية والليبية في دراسات مثل البحث والحافر وأكد بأن هناك مربح قوي في هذا الجانب الخاص بالتنقيب في البر والبحر على النفط والغاز وقال بأن هناك مطالب بالولاية البحرية تقدمها اليونان وهذه المطالب بحسب قولة أنها تهدف إلى اقتصاب لحقوق المشروعة ليس فقط لتركيا إنما لليبيا أيضا وستحاول هذه الدولة بحسب قولة منع مذكرة التفاهم التي وقعت بين ليبيا وتركيا يقول أيضا بأن هذه المذكرة تتوافق مع كافة القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية للأمم المتحدة ولا يحق لأي دوب لأخرى التدخل فيها للاتفاقية الموقعة بين بلدين لهما السيادة وضح مشكورة زميل وائل أحمد شكرا لك على هذه الجولة الإخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية نواصل معكم مشاهدنا ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار أخرى الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعنوين النيابة العامة تحيل مسؤولين بالمصرف التجاري إلى القضاء زيادة في المبادلات التجارية بين إيطاليا وليبيا خلال 2022 والتجارة الحرة هل تضمن ثمود الاقتصاد الوطني ضد الأزمات كانت هذه العنوين وإليكم التفاصيل أحالة النيابة العامة بمكتب النائب العام مدير فرع مصرف التجاري الوطني العزيزية ومساعده وعددا من العاملين بالمصرف إلى القضاء وذلك بعد حبسهم احتياطيا وأوضح مكتب النائب العام في بيان الله أن إحالة المتهمين إلى القضاء وحبسهم احتياطيا جاء على خلفية اتهمات وجهت للمسؤولين باختلاس 558 ألف دينار من 40 حسابا يخص زبائن المصرف وذكر مكتب النائب العام المتهمين قاموا بصحوبات نقدية باستعمال سكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن وأجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة من طرف المصرف في ملف آخر ارتفعت المبادلة التجارية بين إيطاليا وليبيا بنسبة بلغت 83.68% خلال الأشهر السبع الأولى من عام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية في ترابلوس أظهرت محافظة روما على موقعها كأول شريك تجاري لليبيا بقيمة تجاوزت 6.37 مليار يورو وذلك حسب وكالة الأنبال إيطاليا نوفا وتقدمت بذلك إيطاليا على الصين التي استحوذت على 2.95 مليار يورو تقلبات حد مر بها الاقتصاد الوطني ما بات يستوجب تغيير اتجاهات الاستثمار والبحث عن حلول بديلة لضمان سمود الدولة التفاصيل في هذا التقرير أزمات متعددة عصفت بالاقتصاد الوطني فبعد موجة كورونا والنزاعات الداخلية وتزايد موجات الجفاف جاءت الحرب الأوكرانية الروسية لتعمق الأزمة في ليبيا ورغم محاولات الحد من تداعيات هذه الحرب لأن احتدامها غير مسار توقعات الخبراء الذين اعتبروا أن ارتباط مصر ليبيا بتقلبات أسعار النفط في العالم قد يعزز ركود اقتصادها هذا وأضف محللون أنه بات من الضروري تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط للحد من تقلبات النمو دعينا إلى تحرير التجارة ودراسة كيفية تغيير اتجاهات الاستثمار نحو الطاقات المتجددة وفي هذا السياق تحدث الخبير الاقتصادي بمكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية بأفريقيا عن منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية التي يمكن أن تسمح لليبيا بالاستفادة من احتياطاتها الهيدروكربونية وتمنحها فرصة تنويع اقتصادها وشركائها التجاريين وبالتالي توفير فرص عمل لشبابها وتحسين قدرة اقتصادها على الصمود فهل تنجح ليبيا في سياغة استراتيجية محكمة تمكنها من تنويع صادرتها وتوسيع مجال ورداتها بما يضمن صمود اقتصادها إذن موضوع نناقش تفاصيله مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة دكتور محمد أشحاتي الخبير الاقتصادي دكتور محمد مساء النور مرحبا بك معنا في اقتصاد بلاس نفعل خير أهلا بك أهلا بك نعم أهلا بك إذن بداية كما كنت تستمع إلى التقرير نعلم أن هناك إجماع حول ضرورة تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط وذلك للحد من تقلبات النمو وتوفير فرص العمل هل تعتبر دكتور أن التجارة الحرة من أهم الحلول البديلة لضمان الاقتصاد الوطني بالطبع تحرير التجارة يعتبر من أهم حواصل نمو الاقتصاد في أي دولة ولكن يجب أن يسمى تحرير التجارة في حضر الشفيف بحيث أنه هو يضيف بالاقتصاد بدأت في أخطر فيجب على تحرير التجارة في هذه الدولة الليبية أن تعمل القطط الاقتصاد المناسبة لتحرير الاقتصاد ورد تجارة قطاع القاطس والليبي لابد أن يكون قطاع القاطس قوي حتى ينقر بمناسبة ولا تنفح الأبوات للشركات التابعة تقدم السوق الديدي بجدون أن قوة قطاع القطاعات الستراتيجية طيب الدكتور هل تحتاج ليبيا اليوم إلى سياغ استراتيجية وطنية محكمة ربما تمكنها من تعزيز وتنويع الصادرات الوطنية مع حماية أيضا القطاعات الاستراتيجية بالتأكيد طبعا يجب أن ليبيا تركز على قطاع هذه الكربونات بسرعة استثنية وهذا قاطر في بيبيا على قد يتفضى قريبة يعني من وصل من سنة إلى خمس سنوات يجب أن يكون المراض كثيرة في الستراتيجية ويجب أن يكون مكتب السفار في فر المثلات يعني البيان في الستراتيجية في هذا السفار يكون تنميعة وهذه تجب المكان موجود هو قريش مراتي دي قطر الإمارات يجب أن فيبيا تستفيد من مقاح شغرا في أن هي تطور منطقة تجارة العبور وإنفتزار مشكور دكتور محمد شحاتي على تواصلك معنا نواصل ومعكم مشاهدين ونمر إلى ملف آخر حيث أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أشرف على توقيع اتفاق بين المنطقة الاقتصادية الخاصة توبيكات وشركة كريب جروب المتخصصة في الطاقة المتجددة وذلك لتصميم وانشاء منشاء الطاقة الشمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية على أن تتولى الشركة كافة التكاليف الاستثمارية للمنشأة التي تقدر طاقتها الانتاجية بعد الانتهاء بحوالي 25 ألف ميجاوات اليوم نحن في توقيع اعتفاق مشروع استثماري مجمع الطاقة الشمسية بين كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت وشركة تكريب كور هذا المشروع يهدف إلى إنتاج 25 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة البديلة هذا المشروع يحقق أكثر من هدف في آن واحد كونه مشروع استثماري يمول عن طريق ممولين خارج الميزانية بالتأكيد وهو أمر أساسي كذلك يوفر الطاقة الشمسية ليس فقط من أجل استعادة العجز الذي قد يحلت في الطاقة الكهربائية في ليبيا بل كذلك لأغراض التصدير لأوروبا الحقيقة نحن يعتبر هذا المشروع بإذن الله مشروع واعد ومن النماذج المشريع التي تحقق من أهداف التنموية في وجود الاستدامة في الطاقة الكهربائية في ليبيا لذلك نأمل بعد توقيع هذا المشروع اليوم أن نبدأ في الخطوات العملية لتنفيذه وبالتوفيق للجميع مخالفات جسيمة في حق المواطن لازالت ترصدها في راق التفتيش ورقابة وهذه المرة من بلدية أسواني مخالفات جسيمة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وفي ملفنا الدولي لليوم نتحدث عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2022 المؤشر الذي يعتبر تصنيفا مستقلا يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان العالم وذلك مع قياس القدرة على مواجهتها اعتمادا على مؤشرات من قبيل جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطر الفساد والشفافية والمعايير المالية والشفافية العامة والمساءلة إضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية حيث ارتقى المغرب بثلاثة عشر مرتبة في هذا المؤشر مما يعكس الجهود التي تبديلها المملكة في سبيل مغادرة اللائحة رمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهر أكتوبر الماضي وجاء المغرب في المركز الرابع والستون عالميا بمؤشر بازلي مكافحة غسل الأموال للسنة الجارية بتنقيط بلغة خمسة فاصل ستة عشر محققا بذلك تقدما ملحوظا عن السنة الماضية التي وضع فيها المؤشر المملكة في المركز واحد وخمسون عالميا هذا وتقدمت تونس هي الأخرى بنحو عشرين مرتبة بعد أن حلت في المرتبة السابعة والسبعون برصيد نيقات بلغة تسعة وثمانون فاصل أربعة على عشرة علما وأن تونس حلت في المرتبة السابعة والخمسون خلال السنة الماضية ويعتمد المؤشر على مؤشرات من قبيل جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطر الفساد والشفافية والمعايير المالية والشفافية العامة والمساءلة إضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية وتصدرت فنلندا تصنيفها المؤشر لهذه السنة بـ 2.88 نقطة متبوعة بأندورا بـ 2.89 نقطة السيويد 3.12 نقطة إزلندا 3.31 نقطة نيوزيلندا 3.32 نقطة ثم سام مارينو بـ 3.34 نقطة وفي ذيل الترتيب حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الأخير بـ 8.30 نقطة وحاول المؤشر خلال هذه السنة تغطية مجهودات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقياس المخاطر المرتبطة بها في 128 دولة عوضا 110 بلدا فقط خلال السنة الفارطة حيث سجل على العموم أن التقدم في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشبه مجموعة من العوائق بالكثير من البلدان مشيرا إلى أن متوسط المخاطر ما زال عالقا عند 5.5 نقطة من 10 نقطة وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية فاصل قصير ونأخذكم لجولة في الأسعار مساء الخير ومرحبا بكم من جديد مشاهدين نوصل معكم اقتصاد بلأسوان أمرو إلى فقرتنا الموالية الأسعار آخر الأسعار المتداولة لليوم نتابعها في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ونختم مع أسويق بلاس اليوم نأخذكم لجولة في أحدى محلات بيع مستحضرات العناية بالشعر نأخذكم جولة في المحل ونأخذ مع بعضنا بعض الأسعار نيقرا لتر أربعمية وخمسين الميت ميلي بسبعين دينار الشامبو البلس مع بعضهم 80 دينار السيروم خمسة وستين نأخذ من جيكا الميت ميلي بمية وثلاثين الشامبو البلس مية واربعين والسيروم خمسة وثمانين وعندنا الأمازون الميت ميلي بستين دينار الشامبو البلس مية وخمسة وعشرين والمية وخمسة وسبعين ميلي بميتين دينار وعندنا النانو بليكس شركة اللي بيتا قولد الميت ميلي بسعين دينار والعلاج بخمسة وسبعين والميت ميلي بستين دينار الشارة الجافة ومالستوراري الليتر 450 وشامبو البلس مية وعشرين ومية وخمسة وثلاثين وصيروم خمسة وائن والميت ميلي بستين دينار ولازم ن شباة والبواب الليتر بخمسمية وستين الشامبو البرتم تسعين مع بعضهم القطوع بخمسة واربعين والسيروم بستين نبقوا الشامبو قبل وسيروم وبروتين بخمسة وتسعين واللسترا تلتمية وخمسين المشط الحراري بميتان وسبعين اللسترا تلتمية وخمسة وتلاتين المشط الدائري تلتمية المشط الحراري بميتان وخمسين الموجفرف في روحة ميتان وعشرين نفس الشاي ميتان وعشرين واللسترا sn surface Sz built 215 half point هذه الأرقان 200 دينار وهذه البروتين والكراتين 250 وهذه اللوز 265 وهذه اللو 280 وهذه البروت ب250 لا لا ننزل اللوطة اللوطة أفوت مها لا يوجد شلبة لدينا المنتجات من البشرة الشركة الغنية عن تعريف دكتور راشيد لدينا بيتامين سي وعندنا موزين مكياج وكريم تفتيح وعندنا بالأوليفيرا موزين مكياج وعندنا التقم الدهبي ينبع بالقطع أو بالسيت كامل مع بعضها وهذه أقنعة بالدهبي والفيتامين سي والأوليفيرا وبالفحم وعندنا الشامبو البلسم اللو ريال لدينا الشعر المصبوغة لدينا التساقط لدينا هذا الشامبو السيلفر اللي تبت لون السبغة سعر القطعة 40 دينار والشامبو البلسم مع بعضهم 80 دينار نهاية اقتصاد بلاس لليوم شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر